السلام عليكم حبيباتي كديري لبس عليكم تمنى نلقاكم كاملين باخير وعلى خير افصحة جيدة ان شاء الله اليوم فيديو تحفيزي غدا نشارك معكم في الروتين ديالي مطابعة الحال والتغيير اللي غدا ندير في السجور ديالي لفصل الشيتاء غادي نشارك معكم كل شي مطابعة الحال نخمل هاد الصالة ديالي بنسبة لتليمتات اللي بناترا نسبنتهم وطوتهم وحتتهم بيدما نخمل الصالة نحك الحيوطان نسيق الارض نحكى بجافيل و البرودوية ديالتسياق لنفرش الصالة على ارض اللي تكون لقية وحيوطها لقين شوفوا مناجحة زبل اللي قيت في الارض تحت الفوتويات لقيت زبل لكم عارفين مع الوليديات الصغار صافي من بعد غدا نجوز نحك الحيوطان نحكدوك الطبايع اللي لسقين في الحيط لكم عارفين سبغال البيضاء ضغية ضغية كتوسخ اه غدا نحك الحيوطة ديالي مزيان ومن بعد نحك الارض حتى هي كل شي نحكو نخليه نقيكي شقشق انا كانت حماقة على شي حاجة اه اعلان كانت اصطلا اه نقاو الاحكان الجابيرو لكم عارفين اللي بلي بنقره مشكي لصافي كي اخس كل شي كل شي كو نقاو كل شي متو ولا لحقوا طريقو سوف نحكي الحيوطة في الصالة كاملين كيف تعرفوا انا مجبتش معايا الصالون اللي عندي في مراكش خليتو جب تغير هاد الصالة هذي هي اللي ديرها في الصالون والصالون عندي كبيرة اللي بناتغير انا يمقربها حدا التلفازة باش هكا نتفرجو جينا لقلسة قريبة التلفازة سوف من بعد ما شللت الحيوطة غادي نحكي الارض ونكردها ومن بعد غدا نجفها هاد الفيديو هاد وهاد اللقطات انا اعتمد انني نشاركهم معاكم باش تحفزوا حتى انتم ومايا إلا عندكم شي بلاسة في البيت بمسخة نوضو تضربوها لها بواحد الحكو واحد سياقاتي لتبريد القلب صافي من بعد ان شاء الله غا نجفف ونفرج الصالة ديالي بالنسبة للزربية اللي بناتغير انا خرجتها لديها راجلي صبنات على تساع كيف غادي تشوفوها معايا كل شي صبنتو كل شي نقي عادة باش نحط الفراش ديالي ونبدلو على فراش نقي تمنى تكونوا فهمتوني حسنا إلا عندكم البنات الصبعية تدروهم لديتكم باش هكا تحفظوا عليهم من اللي بخود ويراكم عارفين كي اطروا على اليدين انا كنو سألو لي اش حال هادا ما زال ما اخذتهم اش فوق ما خرجت كان بغي ناخدهم وكنساهم الصراحة كي حافظوا لنا علي ديتنا من جافل اللي بخود ويراكم عارفين باللي قاس حين علي ديتنا حتى نخرج ان شاء الله نمشي البارة وناخدهم صافي من بعد ما جفيت الارض عود جفيت الحيوطة سبنت جفاف ديالي مزيان ودست باش ندوز تشفيفه على الحيوطة باش ميبقوش مدمعين صافي جفاف ديال الاعتباء ديالباب الدار ديرا جفاف لها بوحده جفيتها حتى هي باش هكا يكون كل شي عندي نقي حتى التابية اللي كان حط فهم الدار صافي غادي ندوز باش نكمل دابا نمسح هاد الساقطة ديالده نمسح لهم تارفون ونعاود نمسح هاد جنيبات ديالحات اللي كيكونوا احدى الدورة كيكونوا مطبعين على البنات بزاف انا عندي سباغة بيضاف الدار كاملة عدبات ما نقول لكمش كل ساعة المسيح كل ساعة الحكان اللي مبلي بنقه هذا وحلو تيبقى تبع ادق التفاصيل تيبقى تبعوهم صافي من بعد ما فرشتوا لمط الصالة ديالي لمطها كيف كانت شوفوه الفرش النقي سست المخيدات من طبيعة الحال عادة باش لمطهم صافي غادي ندوز باش نلمط حتى المخيدات ديالي صغار اللي بدلت كيف قلت لكم باشا كنحسب واحد تغيير في هات الصالة واحد ديف هناك نوريكم الزربية ديالي راه هم صبنا نقي يلا يعتصحة للسيد اللي صبناها لنا شوفو كيف كاتبان غا ندوز نلمط المخيدات ديالي وقبل البنات ما نشارك معاكم الصالة والتغيير اللي درت في الصالة غادي ندوز نضربها بواحد الغسلاء بالمن اللي يكون سخون باشا كنرتاح راكم عارفين نهار ديال الشقة ونهار ديال التخمال كنحيو فيه غادي نستعمل هاد لغام ريتويلز اللي كتريح بزاف حتى هنا البيجاما اللي غادي نلبسه البانتوفا وكرايم اللي غادي هن به لوجيه ديالي وديو ضوغن ومن بعد ما نشف شعري غادي ندير هاد البوندو هادا اللي تمتالية توتالية مع البيجاما بنسبة البيجاما كيف كانتشوفوا باقعة جديدة ان شاء الله نحط لكم فيديو ديال المشتريات ديالي راني صورتو لكم قبل من هادلا فيديو هذا ما قلت نسبق لكم هادلا فيديو هو اللول صافي غادي ندوز نوريكم الصالة ديالي كيف جاتني يا للا ما تنسوش تكتبوا لي واشكين شي تغيير ولا لا وكيف جاكم اللويين اللي درتز هادلا اول حاجة لبنات غادي نشارك معكم هادلا فيديو هادلا غزال هراقش شكل دياله بزاف هادلا فيديو هادلا فيديو خذتهم على اشياء اللويين 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 اللوي باصلة ببيبيل اه ما بغيتش نديرهم دابة نحتاج نكتفي بهادل اللويين اللوي نركز عليهم اللوي اللوي Pec Qu carbon كيف كتشوف معي شكل دياله بالنسبة لهاêu البلاتو الصغير وبرلحات طعم اللوي التي تقريحها جدا هاي شميعات وشميعات فيديو هادلا اللويين اللوي اللويين اللوي سيديه الصراحة وعامل هزوين بزاف وكتبع اتمينا مناسبة وبنسبة لشميع ترى كلهم بخفومي سوف اضطت في الارض هذي كتاب يفرير باش هقا يجي واحد شوية دلتف في هذا المكان هذا بالنسبة لبتكوسا انا اعتمد ندير الباج باش يفتح ليه تلمت اللي عندي والغوج بغيك اللي كتعرفو اللون اللي هو هادئ ودافئ في هاد الوقت هذي ديال البرد خدمتهم بالكروشي كيف كتشوفو جاو غزالينا البنات لكولور فن فن بزاف والخدمة ديال السيدة متقونا حتى هي نخليليكم الباج ديالها في صندوق الوصف كتخدم بالمخيدات الكروشي سوف اضط لكم الباج ديالها في صندوق الوصف وبنسبة الاتمينة عندها ره مناسبة بالسف سافي هنا فوق الطابلة اللي بنات خديت هذي فوليبغ واحد ديال هيرميس اللي حتى هو فلغوج بغيك واحد ديال شانيل اللي في البلونوار والدوغي ودرت هذي البتي ديكوغاسيون من الفوق هذي القليب هذي جاء حليله سافي وسط الطابلة حطيت هذي طابة فورير باش هكا توتال هي معا لطابة اللي عندي اخرى وحطيت هذي البتي ديكوغاسيون شميعات اللي اخذيت من عند السيدة اللي قلت لكم شميعات واعرين بزاف وكل وحده والباقفيم ديالها كل وحده والريحة اللي فيها كل هم غزالين واحدة اللي حاولت عندي في الصالة ركت تحمق البنات قد تخدم لكم بروح اللي بغيتونتو معا سافي وهذي البتي ديكوغاسيون حتى هي هذي البوجي هذي اللي هكا جات بالاخطايا جات تفني وناو الدكورة ديال هزوين بزاف بالنسبة لطابة حتى هي اخذتها كيف كتشوفو وحطتها فوق الفراش ديالي اعطته واحدة ديف حتى هي اخذتها في البلون وبنسبة لهاد الفاسغي وور هادا اخذتو من واحد لباج كي يجيبوا البرودوية ديال ايكيا ديكورة ديال ايكيا كل قاعدة الشي اللي تحط في ايكيا يجيبوه لكم طيلا ما كانش عندهم كاتكم انضيو ويجيبوه لكم اعتمت انا ندير هاد جوج وريدات باش هكا ما نكترش ويجيو حلو من فوق الطابلة وهاد الكوان ديزول هاد القند هادا اللي جات حتى تلفازها عندي في الصالة هاد الببليوتك حتى تمن فوق هاد البلاتو هادا اللي حتى هو فيه الوينات تمشالية مع الوينات اللي عندي وحطت هاد ديفيزور في الوسط هكا ودك عطر الفيراش ديال المحاسين رايحتو قد تحمق على البنات سوف وحطت واحد المريشة كيف كتشوفوه معايا وهاد البتي ديكوراسيون لوف فني ونسا راح احتي هو اعطى واحد المنظر زوين في هاد البلاتو هادا وبنسبة لهاد الببليوتك كتفيت غرب هاد الدكورات اللي كانوا عندي قبل خديت غير هاد البخور هادا ليل طيف الحب ريحة ديالو كتحمق على البنات وزوينة بزف كيف كتشوفوه معايا جد زوينة هنا في هاد الاسباس حد التلفازة بالنسبة لفلوغ سيشي ضروري من الطالك اللي هما اللي بنات ترشع لهم الطالك باش ما يجلخوش لكم الدنيا راكم عارفين كيتفرتدو ضروري تدرو هاد الطالك صافي هير كتديروه كيبقوا واقفين ما كيطحوش باقي نهائيا صراحة زوينة ديكور ديالهم وهاد الطجيرات حتى هوا ما خليت ليهم غير هادوك الدكورات اللي كانوا عندي قبل والصالة ديالي جت على هاد الشكل صراحة زوينة بزف اللوينة تخزالين كيف كتلكم اللي كتبتلو شي حاجة في البيت ديالكم كتحسو بواحدة الراحة وواحدة غير زوين زوين بزف بابسط الامور كتريحوا النفس ديالكم كيف كان بدلو الفراش ديالنا ديال غرفة النوم احتصال اللي كان قلسو فيها بزاف ضروري نغيرو فيها هكا ولو غير بعد الحويجات باش هكا نحسو بالراحة مني نكونوا قاسين فيها ونتفاجأوا على اقلبنا محبا there where they split me قبل المخيدات كيف كان تشوف Schlage معيرهاár غزالين بزف بزف بط ف الله يعطيها صحة نقبلو عليكم الباج للانستجرام منеня الأاختي اللي خدمت ليا المخيدات سوف أسم الفيديو مطابعة الحال وباختاج القناة باش هكذا تكبر بالدعم ديالكم ان شاء الله غنكبروها دقا دقا صافي هنا يا مشيت حطيت الغذيوة ديالي أنا ولداتي رجدي ما كانش مغدي معانا اليوم فحطيت الغذاء ليا أنا ولداتي بنتي بغت لي سكسو قلت لي يا مما ما دري لنا سكسو بتفايا صافي حطيت الغذيوة ديالي وحطيت لبينا راكم عارفين سكسو ضروري من البن وتغدينا بصحتنا وراحتنا غدانا وان شاء الله نتمنى هاد الفيديو دقينا الاعجاب ديالكم وعجبكم تغيير اللي در تفصالها ديالي خليت ليكم الراحة ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم